باست الناد الأهلي في جنوب أفريقيا بدأوا يعني الاستعداد للعودة مرة أخرى إلى القاهرة دلوقتي بيتجهوا للمطار معانا دلوقتي لقطات حصرية عندنا هنا البرنامج الأشبال يعني واستعداد باست الناد الأهلي وجهاز الفني وكابتن محمود الخطيب أيضا رئيس البعثة زي ما احنا شايفين دلوقتي يعني مع حضراتكم يعني سيادة السفير أيضا شريف عيسى يعني اللي كان قام بدور كبير جدا وكل الصفارة في جنوب أفريقيا الصفارة المصرية طبعا شكر الأستاذ أو سيادة السفير شريف عيسى وإذا ما احنا شايفين الكابتن محمود الخطيب وكل لعب الناد الأهلي الكابتن محمود الخطيب اللي كان ليه دور مهم جدا إن رغم الظروف الألام اللي عنده في ظهره لكن تحمل في وقته صعب جدا كان مرافق لفريق الناد الأهلي في مباراة الهلال السوداني وأيضا فيه مباراة مهمة جدا مباراة ساندونز دوره كان نفسي ومعناوي كبير جدا خاصة بعد مباراة السنة الفات زي ما قلت لحضراتكم وهحكي لحضراتكم موقف تاني يعني بالنسبة لنا وإحنا كنا موجودين كلاعبين للناد الأهلي في كاس العالم للأندية في 2005 رحنا للبطولة دي واللأسف ما كناش حققنا فيها مركز في كاس العالم للأندية وكان أول مرة نشارك فيها أو أول مرة نكون موجودين في كاس العالم للأندية أخذنا المركز الأخير بعد المباراة وبعد البطولة كابت محمود الخطيب عشان أبين لحضراتكم يعني المسئولية والثقة الكبيرة جدا اللي بيدها للعيبة اجتماع بينا وقال لنا إن شاء الله السنة اللي جاية نكسب بطولة أفريقيا ونرجع تاني مرة أخرى لليابان ونغير الصورة اللي احنا تركناها هنا بالنسبة للمنظمين وأيضا للجماهير هنا في اليابان وكان سنة اللي بعدها أخذنا بطولة أفريقيا 2006 وروحنا كاس العالم للأندية وأخذنا المركز الثالث زي ما أقول لحضراتكم ببليه دور مهم جدا الكابت محمود الخطيب في رئاسة بعصة الناد الأهلي والثقة اللي بيدها للعيبة الناد الأهلي زي ما احنا شايفين كمان الكابتن وليد سليمان وكل لعيبة الناد الأهلي متمنى لهم إن شاء الله يعني بالسلامة ويعودوا إلى مصر مرة أخرى كده سالمين بعد ما فرحونا إن شاء الله يكون في أفرح كتيرة لجماهير الناد الأهلي خلال الفترة القادمة